أهلاً أحبائنا مشاهدينا من حول بحيرة طبرية الجميلة نواصل دراستنا عن المسيح والعبادة الحقيقية الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد له فإذن العبادة هي بالروح القدس ضد الحرف والحق الإلهي والحق الكتابي هذا النوع من العبادة التي ترضي الله والتي تسر وتشبع قلب الله فيشتم رائحة السرور والرضا وهذه النوع من العلاقة هي علاقة حميمية وشركة وعلاقة قوية مع الرب من خلال التواصل معه من خلال العبادة فالسؤال في هذا الوقت لماذا نعبد؟ نعبد أحبائي مش لأنه الله بيعطينا أعطانا كل شيء بغنى للتمتع فينبغي أن نشكره في كل حين بل بالحقيقة نعبد الله من أجل من أجل هو من أجل شخصه من أجل طبيعته من أجل صفاته هؤلاء الساجدين له كما قال يسوع المسيح لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له فإذن إحنا التركيز كله على شخص الله على طبيعة الله عن من هو الله عن جلال الله على مجد الله على صفات الله نركز على الله الآب طالب مثل هذا النوع من الساجدين شيء تاني أحبائي الله طالب ويرغب ويستحق أن نعبده لأنه هو اللي طالبنا بهذا النوع من العبادة شيء آخر نعبد الله لماذا نعبد؟ لأنه هو خلقنا فإلو الحق الشرعي علينا أن نعبده وأن نسبحه وأن نمجده لأنه خلقنا خلقنا على صورته كشباهه في الصورة الأدبية الروحية طبعا الله روح صعب تشبهه في جسد وغير محدود في جسد نقدم أنفسنا بعبادته شيء آخر مش بس لأنه خلقنا لأنه افتدانا لأنكم افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم الرب اشترانا ودفع فينا ثمن باهظ الخلاص مجاني بالنعمة الإلهية ولكنه ليس رخيص لأنه كلف يعني دم ثمين ابن الله ربنا يسوع المسيح فإلو الحق إلو الشرعي لأنه خلقنا ولأنه اشترانا لأنه افتدانا ومن خلال الفداء أعد لنا خلاصا من خلاله وهنا أحبائي عندما نعبده من أجل هذا الخلاص الكامل العظيم نقدم الشكر والتسبيح والعبادة للرب ثم لماذا نعبد؟ لأنه أحبنا أحبائي أحبنا محبة أبدية من أجل ذلك أدام لنا الرحمة انظر أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا نحن نحبه لأنه هو أحبنا فنعبد الله لأنه بالحقيقة الله أحبنا الله محبة هذه هي طبيعته فمحبة الله لا تتغير منذ وجود الله محبة الله طبيعة الله موجودة فهذه المحبة هي تعبير أنه الله قريب منا فالله يرشدنا ويقودنا ويقوينا ويتواصل معنا ويتفاعل معنا ويعلن لنا بالدوام عن شخصه المبارك فنسبحه بالكلام والترنيم وبتقديم عطيانا يعني جزء من العبادة هو تقديم العطايا للرب فهذه هي العبادة الحقيقية نحن نعبده من أجل شخصه المبارك نحن نعبده لأنه هو خلقنا نحن نعبده لأنه هو افتدانا نحن نعبده لأنه هو أحبنا ثم نحن نعبده أحبائي لأننا نحب الله بالمقابل فالعبادة الحقيقية هي تعبير عن محبتنا للرب تعبير عن طاعتنا له تعبير عن ولائنا وانتمائنا له تعبير عن خضوعنا الكامل له فإذن معتش مجرد كلام أو ترديد الكلمات لأنه نستطيع أن نعبده من القلب والكيان من الروح بالكلام بالعطايا بسكب النفس أمام الله من أجل هذا أحبائي نقدم محبتنا له بالحقيقة الله يريد محبتنا له مرات كتير منفكر أنه بعطيانا ولا بصومنا ولا بصلواتنا الكتير أو ذبائحنا ولكن بالحقيقة الله يريد قلوبنا يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي الله يريد محبتنا له ونعبر عن هذه المحبة نحبه من كل القلب وعندما ظهر هنا على بحيرة طبرية ظهر الرب يسوع لبطرس كان سؤال يسوع لبطرس يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء أجاب بطرس وقال يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له ارعى خرافي من هنا أحبائي لم يطلب من بطرس الخدمة ولا الرعاية ولكنه طلب بل طالب بالمحبة وعندما تحب الله الشيء الطبيعي والتلقائي الشيء البديهي لابد أن تعبد الله ولابد أن تخدم الله بزينة مقدسة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة